اشتركوا في القناة ونزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث أشاد جلالته بالدور المهم الذي تطلع به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خدمة الدين الإسلامي الحنيف ونشر تعاليمه السمحة القائمة على الاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والتعصب معربا جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يبدلها مجلس الأوقاف في رعاية شؤون دور العبادة وحرصهم المتواصل على حث كافة المواطنين والمقيمين على الالتزام بالنصائح الوقائية التي تساهم في مواجهة جائحة كورونا حفاظا على أمنهم وسلامتهم وأكد جلالته حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين بعون الله تعالى وتوفيقه تمضي قدما في نهجها القويم ورسالتها الإنسانية الهادفة لترسيخ قيم ومبادئ الدين الإسلامي التي تقوم على التسامح والمحبة والسلام متمنيا جلالته لجميع القائمين على خدمة المساجد دوام التوفيق والسداد في تأدية مهامهم النبيلة تجاه وطنهم ومجتمعهم من جانبه أكد معالي وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف حرص الوزارة المستمر على توفير كل أشكال الدعم لرعاية دور العبادة وتعميرها بما يمكنها من أداء دورها على أكمل وجه مع مراعاة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الصحية والوقائية